بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة وصلنا لمرحلة بعد ما عملنا عرش كويس والنمو الخضري ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما حضرتك شايفه كده بتدينا بقى يعني نرفع الكفة بتاعة البوتاسيوم شوية تمام بنرفع الكفة بتاعة البوتاسيوم عن طريق التغذية الجزرية تمام عن طريق الجزور يعني في ماء الري وعن طريق الرش اللي احنا مستخدمينه ده هو علشان بنحاول بنقول للنبات يعني كفاية عليك كده عرش او نمو خضري تمام وحاول بقى ايه يعني نرجع الكرف بعد ما رفعناه نمو خضري نبدأ نرجع به تاني لان احنا نخزنه بقدر المستطاع في الدرنة او نستفاد من العرش ده هو تمام اول حاجة يعني البوتاسيوم برضو مش بالعرش يعني تمام ممكن تكون بالعرش وممكن تكون مش بالعرش بمعنى برضو حضرتك لو انت دخلت بطاطس ولقيت السق بتاعها رفيعة اعرف او معدل السقان في المتر نفسه او في المتر المربع اه كتير اعوي رفيع اعرف ان مهما عملت الدرنة هتكون اه قليلة تمام ولو دخلت لقيت الكسافة بتاعت الدرنة بتاعت السقان نفسها في المتر المربع تمام اه كويسة وان العرش نفسه السق نفسه اه يعني اه 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 تخينة شوية كده وغريضة وسميكة اعرف ان انت عندك في الارض محصول كويس طيب لو النبات طلع الفاضي كده والسق بتاعته اه رفيعة لا اعرف تماما ان مهما عملت برضو الدنيا مش هتكون مزبوطة معك تمام والكسافة دي بناخدها من بداية الزراعة من الاساس خالص يعني تمام وبرو بيدخل فيها عملية العدد السقان ده على عدد الضرنات وعدد العيون في الضرنات كمان تمام ومدى النشاط بتاعها او نشاط العين دي هتطلع ولا مش هتطلع هتطلع كلها المهم يعني زي ما قلت لحضرتك كده طيب امتى بقى نبدأ نعمل عملية ننزل العرش اولا العرش ده يا جب هعملهوش مكاملهوش يعني عمر محدد ليه فيه اصناف اولا ناشطة بالنسبة بالنسبة ليه الانباد بتاعه فبتطلع بسرعة فيه اصناف بتقعد كتيرا يعني الاسبونة السنة ده قعدت معنا كتير جدا يعني قعدت معنا فوق الاربعين يوم وفيه ناس قعدت عندها خمسين يوم عشان تنبت رغم ان احنا مخزينها في المخزينها في الصوبة قعدت عندي كتير ولكن انبتها كان كويس ولكن في الاخر قعدت فترة كبيرة علشان العيون تتكشف ويحصل تنبيت تمام ففي الفترة ديات ما نقولش بقى والله احنا البطاطس ديا عمرها كم يوم علشان نبدأ نصفي او نبدأ نعمل قصة دهية تمام كذلك سلوك الصنف يا جماعة نفسي يعني قدام حضرتك ده الصنف ده صفران هو العرش بتاعه ما بيكبرش كتير او تمام ولكن كمان الجدر بتاعه مش متعمق خالص في التربة يعني بتلاقيه رامي فوق كده ولكن صنف كويس جدا حد انا بتاعته كويسة ظروفه كويسة سريع عن الاسبونة يعني انا سرع السبونة في الناحية التانية صورتها لك واملي كده لا هو اسرع من الاسبونة بكتير يعني تمام فيعني هو ممكن يعني بعد الميت يوم خلاص شيل كمان سريع في الانباد بتاعه في اللي هو نمو بتاعه سريع جدا يعني حالته كويس تمام بخلاف الاسبونة ممكن الاسبونة تكون افضل في بعض الحاجات ولكن العمرها طويل بالنسبة للعرش بتاعها برضو جامد عنده ولكن عموما يعني كل صنف له ظروفه ومن كتر الاحتكاك بالحاجة دي او كتر الاحتكاك مع الاصناف فاحنا بنعرف سلوك كل صنف انا النهاردة معايا بوتاسيوم وهو قد بنرش فيه بنرش بوتاسيوم تمام بنرش الصنف ده هوت بوتاسيوم علشان بقوله كفاية عليك كده تمام اذا انت انه مرحلة لما تلاقي النمو الخضر ابتده يقف تمام وما عدش فيه زيادة بنبدأ بقى نقول له لا والله استنى كده وتعالا بقى ايه نخزينك تخزين يا جماعة او التحجيم زي انتم ما بتسموه ما فيش حاجة اسمها يعني انا انا قلتها قبل كده مت مرة ام قوية يبقى عندي اكيد الجنين قوي تمام فما فيش حاجة فيش زرار كده هدوس عليه خلي البطاطساء الصبح تكبر تمام اه وهتقول له رش يعني فيه ناس بتستخدم الغشم بمعنى ان انا كنت شغال مع حد ما يعني تمام كنت مهندس صغير فقال له عايزي نصف البطاطس الكلمة يعني على المسامع بتاعي يلا ماشي نجيب بوتاسيوم ونجيب موليبدان او بورن تمام طيب جيبنا موليبدان او بورن ده يعني بحط الموليبدان او مولبورن بحط على الرشاشة الالفين بحطه للفدان 3 كيلو او 4 كيلو او 5 كيلو كمان تمام حط 3 كيلو مع 5 كيلو بوتاسيوم ورش مرة ورش مرتين تمام كانت الارض ايام ها الري بتاعها مش يعني الري مش بغر منه بورش بس الري يعني الحركة اللي احنا عملناها خلت عندنا حرقة الورق تمام فحرق الورق ده برضو مش حلو تمام يعني انت ما تتغشمش لدرجة انك انت تجيب مادة او تكتر التركيز بحيث يحرق الورق لا انا عايز اوقف الورق ووقف النبات واعيد الدورة بتاعته بدل ما هو طالع لفوق انا زيله لتحت بس كل العملية يوم فيها تمام وزي ما قلتي لك بالزبط يعني ملازم الارض تكون ريانة جماعة كويس جدا تمام النهاردة في التحضير اللي قدام حضرتك دي انا حاطت تلاتة كيلو جوتسيام تمام تلاتة كيلو جوتسيام سايل في الالف لتر ومية طب الالف لتر ومية دول عملوا معايا كنت قد ايه عملوا معايا تلاتة فدان كل فدان واخد تلاتة ومية لتر تمام مش كتير تمام يبقى انا النهاردة عندي النهاردة عندي التلاتة لتر وتلاتة لتر ستة لتر على العدد الافدينة ان انا عملتها دهيا تمام يبقى امورها كويس عالت تلاتة فدان يعني تقريبا كل واحد اتنين لتر تمام الرشة دي ممكن ارشها كل اسبوع كل اسبوع ارشها تمام ما طالما النبات لسه في صغير كده ما عنديش اي مشكلة خالص طيب امتى بقى احرق القصة دي بقى وابدأ اجيب النتريت بلانسر اللي هو نتريت بلانسر ده مركب يا جماعة دايما في مصر بيصفه بيه اكيد طالع كزا صنف غيره انا ساب مصر من فترة اكيد طالع حاجات كتيرة غيره المهم بيحتوي على موليب دينام وبورن وبنخلط معهم بوتاسيوم تمام فبنبدأ نصف العرش زي ما قلت لك العرش هاته بالراحة وبشاك كده وخليك حساس انت متعرفش تكون رومانسي عامل النبات بالرومانسية تمام النهاردة ان حضرتك انت بتتأثر او بشكة الدبوس تمام طب ليه النبات برضو ابن ناس ومحترم ومرفه جدا وبردو بشكة الدبوس ما بيستحملهاش فخليك انت معاه ما تعملهوش صدمة كده وتحول تلم الدور بدري تمام دي حاجة الحاجة التانية عايز اقول له برضو حضرتك حاجة وانا برش في البطاطس بلاقي فرشة طلعة كتير النهاردة يعني اكتشفت القصة دي تمام المفروض ان انا طالما لقيت فرشة كتير اجيب انزل بحاجة تموتلي الفرشة دي والحمد لله انك انت تقدر تموتها يعني احنا دلوقتي الحرارة بتدي تزيد شوية في الكويت تمام فابتدت درجة الحرارة تزيد فابتدت حرجة الحشرات نفسها تزيد تمام وانا برش نفسي لان انا مسكت البشبوري والله دي ورشت بي دلوقتي ودلوقتي حالا يعني تمام النهاردة العاصر انا مسكت ومشي مش عيب لأ دي انا لازم اشوف حاجة بنفسي يعني تمام فاول ما ابتدت ارش كده مجرد ما بضرب البشبوري بتاع الرش تمام او الموزع بلاقي كمية فرشات طلع كتير جدا تمام من كل صنف و لون الله خضر والله صفر والله ليلة طويلة يا سيدي يبقى انا ان شاء الله باذن الله تعالى اخلص الدورة دي وارجع بدورة حشري على طول دورة الحشري هكون فيها حاجة حشرية كويسة يعني دي ممكن اي حاجة حشري بحيث ان هي تضربة بيروس ريدي عموما اي مبيد بيروس ريدي بحيث ان انا الفرشة دي هتحاول اصر عليها تمام ومجرد ما بينزل عليها او هيشيل منها كمية كبيرة ويا حبازة يا جماعة لو كانت الرشة اللي احنا هنرشها اللي احنا منقول عليها دي يريد ان هي تكون بالليل هتخلصنا من حاجات كتير جدا وتدخلط برضو عادي مع البوتاسيوم اللي قدام حضرتك ده تدخلط معها عادي لان انا البوتاسيوم المراضي قالت معاه ايه قالت معاه مبيد فطري قالت معاه مبيد فطري تمام ساحة كبيرة الحمد لله فعشان كده لازم ناخد بالنا وابقى فيه شوية تركيز في عملية ان انا اصف العرش او يعني احاول ارجع اللي انا او اهد اللي انا بنيته بس اهده في بونة تاني برضو يعني ان ابدا هوت انا عملت نمو قدري فيه فالواجب ان انا اهده تاني وارجعه تاني اللي ادرنا ادرنات الجديدة وما ننساش برضو ان احنا ندي رشرة كلسو محترمة علشان خصائص الصمر عندي او ادرنات تطلع عندي مزبوطة ده اللي كنت حابي بقوله لكم النهاردة لو عجبك الفيديو اهلا وسهلا ما عجبكش كاينك ما سمعتش حاجة خارس يا زهول اوكي زلمة حياكم الله شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اه وبركاته اه وكل عام انتم بخير